اشتركوا في القناة بس في الاخر بنرجع لبعض ونقدم افكار حلوة تنفعكم للغدا بشكركم الاول كل حبيبي امبارح على صفحتي اللي باركولي على الفيسبوك بشكركم من قلبي والف ألف شكر على كل كلمة حلوة كتبته هالي مبارح على دماغي والله من فوق ألف شكر يلا بينا بقى دلوقتي نشوف مطبخ خالة هيقدم لنا ايه النهار ده وهنتغدى ايه هنتغدى غدوة حلوة قوي شوية سجوء كده حلوين سجوء بلدي من عند الجزار مقطعه وهعمله خلطة حلوة قوي مش بس كده ده انا محضرة عيش محمص ومحضرة كمان رزه أبيض يبقى هنعمل مع بعض السجوء اللي بالخلطة ده هنحوله لفتة سجوء تستاهل بقكم جديدة عليكم شوية الناس اللي هتجربها هتلاقيها جميلة وسهلة وسريعة وتقومي تعمليها دلوقتي على طول بإذن الله يلا بينا نسمي باسم الله ونقول المأدير وبعد نكل على التحضير المأدير بتاعتنا انا عندي كيلو سجوء السباع الواحد متقطع على تلاتة لان انا هعمل فتة فمحتاجة حدث السجوء تبقى صغيرة تتاخد بالمعلقة مع الرز كده فمش هعمل السجوء بالصوابع بتاعته زي ما هي يبقى صباع السجوء متقطع على تلاتة بعد كده عندي بصل فلفل حامي فلفل رومي تماطم وتوم وصلصة وبعد كده شوية زيت اللي هنشتغل بيوم وبعد كده البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبهارات ورشة سكر تطعاملي خلطة السجوء ونقول كمان عشان كلها حبيبنا عندي زيت كيلو سجوء بصل فلفل تماطم فلفل حامي صلصة وتوم وبعد كده التوابل والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود البهارات السبع بهارات بتاعتنا اللي عملناها كتير مع بعض ورشة سكر بعد كده رزة أبيض اللي هكمل بيه صنية الفتة رزة أبيض وكمان عيش أبيض محمصة أو محمرة في الزيت زي ما يعجبك ده أو ده ماشي كله ينفع معنا كده ينفع وكده ينفع أول حاجة هعملها هسخن الووك كويس قوي أنا هقسم الخلطة على تلتين وتلت وهنعرف ليه مع بعض أول حاجة هنزل بالزيت هنا وهنا زي بعض بالضبط آه هو بسم الله والزيت أولا ما يبقاش كتير ثانيا هو الزيت يعني ما تستعمليش ولا زبدة ولا زمنة ما تنسوش إن السجوء أصلا بيبقى فيه مادة دهنية طبيعية في الحشوة بتاعته في الخلطة بتاعته فعشان كده مش هنزود في المادة الدنيا شوية زيت بس اللي هما إيه يدوا للبصلة سخنية كده حلوة وبعدين ننزل بالزيت الأول يا إكرام أهلا وسهلا يا صباح الفل يا إكرام فين إكرام يا جماعة يا حبيبة قلب يا ربي أعزك يا ربي أكرمك يا سيطهالة يا حبيبة قلب يا حبيبتي يا حبيبتي يا ربي في حياتك ودايما كده مع بعض على طول يا حبيبة قلب يا حبيبتي دعواتكم يا ربي حبيبتي دعواتكم يا جماعة ربنا يوفقنا يا ربي تحت امرك قوليلي قوليلي يا سيطهالة أنا عايزة أخزن اللمون في الجريزر أخزنه أخزنه عايزة تخزني ايه اللمون اللمون ده سهل جدا مفيش اي مشكلة عندنا طريقتين حاضر اقفلي وانا هقولك يا حبيبة قلب إكرام حبيبتنا وصديقتنا دايما معانا بتتصل على طول يا جماعة على أرقام التليفونات اللي موجودة قدامكم هي على الشاشة بتسأل على تخزين اللمون بص يا إكرام في طريقتين اول طريقة ان انا اعصر اللمون كله عصر بالعصارة اجمع كمية كبيرة من عصير اللمون وحطها في مكعبات التلج البلاستيك واشيلها تتجمد في الفريزر لما اجي احتاج اللمون اطلع المكعب يفك بقى عندي عصير اللمون طبيعي ولا في مرارة لان انا طبعا ما خدتش القشرة ما عملتش اي حاجة في القشرة اللي برا انا واخدل عصير الطبيعي عصير بيور نقي جدا عصير اللمون طبيعي دي اول طريقة طب فيه ناس تقولك هيبقى صعبة علي قوي ان انا قاعد اعصر الكمية الكبيرة دي واخذن واعمل مفيش طريقة تانية اسهل هنجيب كمية اللمون اللي عندك يا إكرام تخسليها كويس قوي وتتنشف لازم تتنشف يا جماعة كويس قوي بمنجيل كده او بفوتة نضيفة عاضي نشفي لمونة لمونة حلو كده كل لمونة يا اما تلف فيها في ورقة او ورقة فايل او ورقة زبدة وبعد كده الجمعية كلها في كيس كبير وشيليها في الفريزر تطلعيها من الفريزر اركنيها على جنبي يفك طبيعي بعد كده تلاقي اللمونة زي ما هي مفيش اي مشكلة فيها خالص سهلة جدا جدا الطريقتين اسهل من بعض شوف اللي ينسبك واللي يعجبك اشتغلي بيه مفيش اي مشكلة يلا مين هيكلمني على ارقام التليفونات اللي موجودة قدامكم استاذ حسين اهلا وسهلا يا صباح الفل يا صباح لانا زيك يا استاذ حسين عامل ايه طيح حضرتك والله والله وحشي انا والاول يقول لي حضرت كل سنة وحضرتك طيبة وتسلم تلعنا كل سنة وحضرتك يعني معانا وفقلوبنا والله يا شيف وربنا يخليك وكل سنة واحنا جميعا طيبين وبخير يا رب اشكرك 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 تسلم ايدك يا شيف والله ربنا يخليك تسلم لي يا رب صباحك زي العسل حطيت كده ايه على البصل البصل خادية دوبك السخنية بتاعت الزيت حطيت قرن فلفل حامي متقطع حلقات بالشكل ده هنا وهنا ياخد كده اه لا مش هياخد هيدي البصل ريحته طعم الفلفل طبعا لو حابين الخلطة دي تبقى سميسي اكثر تبقى حرقة اكثر زود الفلفل الحامي ما عندناش مشكلة بس انا شايفها بالنسبة لانا وبالنسبة للي هياكل كده معقول جدا يعني يا دوبك يدي طعم وريحة بس ما يشتشطك قوي يعني بعد كده هنزل بالسجوق يبقى انا الاول نزلت بالبصل في الزيت سانو ما اجيلكو كده عشان شوفوني واشوفكم الاول نزلت بشوية زيت سكنه وبعدين نزلت بالبصل اديته كده اه تشويحة بالسخنية بتاعت الزيت وبعد كده نزلت بقرن فلفل حامي يدي كده ريحة وطعم لغاية كده وفقينه زي الفل هننزل بقى بالسجوق بسم الله ده كيلو سجوق متقطع بالشكل ده اهو زي ما قلتلكم انا مقسمة الكمية على وقين ناخد الكمية الكبيرة هنا بس يا ستي واحلى حاجة كمان ان السجوق ما بياخدش وقت في السوى خالص يعني تك 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 كده وانشي وقفة هتعملي احلى صنيت فتة ان شاء الله البصل الاول مع قرن فلفل حامي وبعدين السجوق وتقليبة حلوة بسم الله ايوه ايوه الصوت ده معناه ان البصل والسجوق بيتشكشكوا مع بعض حلوة قوي كده وهو المطلوب ونقلب هنا كمان شايفين ازاي السجوق ما بياخدش سوى تقليبة كده حلوة هتشوفوا شكل الخلطة بالوقتي هيعجبكم قد ايه ما شاء الله بجد يعني الله الله نقلب تاني بصوا زي عشان السجوق ما يتريش معي باخد من تحت كده على فوق اهو من تحت على فوق بالشكل ده بعد كده هروح عاملة كده بقى حفرة هنا صغنونة كده وهنا نفس الحكاية عشان انزل فصين توم هنا وهنا اهو بالشكل ده نزل كده هنا فصين توم وهنا كمان فصين توم ومجرد ما هتنزل التوم هتشمي ريحة عالمية ريحة بقى ايه هتجيب اخر الدنيا اللي بي ايوه سادس الريحة تطلع هيا ما شاء الله تبارك الله عليها الله 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 شوفوا الجمال وشايفين ما شاء الله السجوق عامل ازاي ما تهراش معي ازاي ما عيني مقطعه يعني ناس كتير اوي تقول لك انا بخاف اقطع السجوق عشان بيتهري مني كل الخلطة بتنزل لا ما انت لو الطاصة عندك او الوق سخنة اوي ومفيش نقطة مية وحتى البصل اللي اللي نزل سخنة وتشوح كويس قوي عمر ما السجوق يتهري منك اهو سغلنا على مية بيدا على عينك يا تاجر السجوق اهو اههه فيش حاجة بصوا اهو زي العصر فيش حاجة تفتت ولا اي حاجة يا استاذة زينب اهلا وسهلا بيك يا شيفها لك كل تانا انت حضرتك طيبة يا قلبي والله وانت طيبة وما تحرمش منك يا رب وانت معنا كده ووقفة قدامنا كده بصحة وسلامة يا رب ربنا يخليك يا حبيبتي وما تحرمش منك يا رب ابدا الله يخليك يا شيفها لونتحرموش منك ولا من جمالك ابدا ربنا يخليك شايفة السجوق عامل ازاي؟ جميل من ايه يشيفها طبعا ربنا يخليك يا رب ما تحرمش منك حاجة واشة ابدا يا شيفها حبيبتي والله ربنا يكرمك يا رب صباح جاي العصر الله يخليك لنا يا رب دايما يا رب ووقفة معنا كده بخير وبصحة وسلامة ووضع لك الايام بخير انا وانتي وجميع السامعين في كل مكان اللهم امين يا رب على وجه الارض يا رب جميع يا رب يا رب يا رب ما تحرمش منك ولا من دعواتك ابدا بصوا بقى كده نزلت كمان ده الفلفل خدوا بالكم الفلفل نزل امتا انا مش عايزة الفلفل للون ولا طعمه يروح يعني انا لو كنت نزلت الفلفل من الاول كان على ما خلص الخلطة بتاعتي والسجوق يستوي هتلاقي الفلفل ده خلاص ملامحه راحب بصي سامعين الصود ده معنا كده ان كل حاجة نشفة مفيش حاجة جايبة ميتها وده سر السجوق بصوا اهو شايفين ازاي بص يا سمر شايفين الخلطة عاملة ازاي الريحة طلع جميلة لغاية دلوقتي ما حطناش اي توابل ولا اي بهارات حط في الاخر خالص هكذا الله الله شموا بقى كده شميمين كده يا سمر يلا يا باشا شميمين كده خلطة السجوق اللي كمان لسه اصلا ولا تتبلت ولا تبهرت شميمين الريحة الله الله عليك هو ده اه تعرفوا كده ان سمر خلاص معجبة بالاكلة الفة هنا وشفة يا قلبي والله بعد كده بعد ما تشوح كده خلاص كده هو السجوق يعتبر خلاص دخل في السوى خد نص سوى كده هنزل بطماطم مفرومة بالسكينة كده بالشكل ده هنا وهنا ويا سلام بقى لو الطماطم دي منزلة ميتها هنزل المية معاها بالوقتي بقى انا عايزة الوق بتاعي او الخلطة بتاعتي يبقى فيها مية عكس الاول عشان عايزين نعمل صوف حلول الفتة مش احنا هنعمل فتة طب الصوف اللي هو هيبقى بديل للشربة هنجيبه من هنجيبه من الخلطة دي من الخلطة بص المنظر قوليلي كنين يا صباح اهلا وسهلا زيك يا صباح عملا ايه يا حبيبة قلبي اهلا بيك يا حبيبة قلبي ربنا يخليك يا رب الحمد لله طالما سمع صوتك انا بخير والله اللي يبارك فيك اللي يبارك فيك والنبي اتشوفها على نفسي اعرف طريجة اه طريجة العيش الشمسي العيش الشمسي بس كده يعني انا فاكراك انت هتقول لنا الطريقة ماشي نجيبلك احنا الطريقة من عناية من عناية يا حبيبة قلبي تؤمريني بصوا المنظر اهو كليها بقى تغلي مع الطماطم كده الطماطم اكتب لنا يا منا يلا العيش الشمسي اعمله لكم من عناية لسنين واي نعم بياخد اجراءات كده شوية بس لأ نعمله بازن الله شايفين المنظر يا سلام هنعمل ايه بقى دلوقتي هنعمل صص حلو جدا جدا للفتة بتاعتنا اللي هو عبارة عن ايه شوف يا سيتش بسم الله عبارة عن شوية مية هدوب فيهم صلصة وهدوب فيهم التوابل بتاعتي كلها واحطها على الخلطة نجيب بس عايزين نجيب معلقة حلوة معلقة لذيذة شوف يا ستي ادي شوية مية هدوب فيهم معلقتين كبار صلصة بالشكل ده اهو على جنب كده لوحدهم وسايبة لسجوء مع الخلطة الحلوة اللي عملتها ياخد ويدي مع بعضه مع البصل والتوم والطماطم والفلفل حكاية حلو كده ادي شوية مية يعني حوالي ايه كبايتين حوالي نقول كبايتين مية وعليهم معلقتين كبار صلصة وهنزل بالتوابل بتاعتي كله هنا مش هبالغ في التوابل ولا الملح لان كده كده السجوء واخد ملحه واخد بهاراته فمش عايزة طعم السجوء الحلو يضيع معايا من كتر التوابل والبهارات حطيت كده ملح وفلفل اسود السبع بهارات او اي بهارات مشكلة عندك بصوا على خفيف خالص كده ويه كمان وشوية سكر يده طعم حلو قوي للخلطة يعني حوالي يا دوبك نص معلقة كده صغيرة مش اكتر وبعدين بقى هنعمل ايه نشيل كل ده وسايبة السجوء ابرحته جدا 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 يا سمر يعيش كده مع الخلطة هقلب بقى كل الخلطة الحلوة دي بسم الله ما شاء الله هكذا وهاخدها احطها على السجوء بصوا شايفين اللون ديكي خلطة محترمة تبارك الله عليها يلا بينا ما شاء الله تبارك الله شوية هنا يا سلام وشوية هنا يلا يا امر اغلي غلوتين وتعالي لنا بقى نعمل احلى صانية فتة نقلب بصوا احنا بنقلب كده شوفوا شوفوا جمال الخلطة الله اكبر عليها اهو يا سلام ونقلب هنا الله 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 حلو قوي الكلام ده هنعمل ايه بقى يا سيكي قوليلي صبرا هنغرف بقى خلاص هسيبهم يغلوا غلوتين كده مع الصوص الحلو ده الصوص ده عالمي واخد بقى ايه البهاريس كلها بتاعة السجوء والبهاريس كلها بتاعة الخلطة اللي عملناها نحض لدي صانية الفتة وهجيب عيش محمس زي ما قلتلكم بسم الله هنزل بالعيش كده الله 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 يد حمصيت الفرن وممكن تجيب عيش بلدي محمس تعملي بي الفتة كأنها فتة عادية خالص بس بقى الفتة دي يا جماعة تبقى شاهية قوي قوي الخلطة اللي عملناها للسجوء دي هتخلي اه طعمه حلو قوي طعم الصانية كلها جميل كده ازاي شايفين نقلب تقليب كمان يا ام مرمزي اهلا وسهلا يا صباح الهانة صباح الفل ما عليش انا مقصرة معك كنت عبانة اوي يا هانة الف سلام عليك يا حبيبتي عمرك ما تقصري ابدا والله يا حبيبة قلبي ربنا يخليك وكل صانع وانت طيبة وربنا يديك زوتو العمر وخليك لولادك يا رب يا الله يخليك كلك زوء يا مرمزة طول عمرك والله يا حبيبتي انت شيف اميرة وانت عايش ان انت محبوبة معنا من زمان يا هانة انت قلبي والله يا حبيبتي قلبي ما تحرمش منكو ابدا وسلامتك بقولك يا هالك وليه لي تحت امرك المخ يعني احسن ليه اسلوقه ولا عامله ناية لا لو عايزة رأيي اسلوقيه اسلوقه وبصي بقى اول ما تسلويت بمحضرة جنبك مياه ساعة ويريد فيها تلج اه انا بديك الطريقة اللي هتاكل بيها مخ حكاية باذن الله خلاص قولي هالك طبعا انا اقفل واسمحا من تليفزيو اقفل يا حبيبتي قلبي اقفل الله يلا بص يا مرامزي اولا سلامتك يا حبيبتي الف سلام عليك ومن تحرمش من صوتك معنا ابدا يا رب بص يا حبيبي هتجيبي حلة تحطي فيها نصها مياه بتغلي وتحطي فيها بازل بصل وكرافس وتحطي فيها كمان اه طمط ماية وتحطي فيها فصين طوم صحاح خلي المياه تغلي كويس قوي وبعدين جهزي جنبك بولة فيها مياه بتلج ده مهم جدا لعمال المخ وتنزلي بالمخ في المياه اللي بتغلي لازم تكون بتغلي عشان انسجة بتاعته كلها اول ما ينزل في المياه اللي بتغلي تقفل وما يتهريش منك في السلق يغلي غلوتين اتنين مش اكتر من كده وتروحي شايله بالراحة خالص عارفين المقصوصة بتاعت الزيت اللي بطلع بيها البطاطس من الزيت هي دي طلعي بيها المخ على المياه المتالج واسيبيه شوية عشان قلبه السخن ده يبرد وما يتهريش منك بعد كده قطعيه تبليه عادي جدا وبعد كده حطيه في بيضه وبقصمات وقليه في الزيت واحلى شوية مخ زي العسل يستهلوا بقك يا حبيبة قلبي انا بعمل ايه بقى دلوقتي العيش نفسه العيش ده عايز شربة حطيت عليه الاول شوية من الخلطة بصوا الخلطة بزمتكو طيب الشكل ده محتاج حاجة تاني ابدا محتاج ان احنا نسمي باسم الله ونمد ادينا صح؟ ايه سمر بتقولكو اه والله صح هعمل ايه بقى هروح واخده من الصوص الحلو اللي عملناه ده ويكا انها الشربة وروح ساقيا العيش كده كله مساقسة ايه بالبلد كده مساقسة ايه اهو شايفين ازاي؟ دي كده الطبقة اللي تحت يا كريمة اهلا وسهلا كريمة ازايك؟ كريمة؟ حبيبتي عاملة ايه؟ ازايك يا عمر اخبارك ايه؟ انا بصي لسه يا دوبة كوت يعني انفتاح عيني قلت لازم لازم اقول لكل سنة وانت ضيبة كنتي طيبة حبيبتي تسلميلي دايما منورة كده بيوتنا ومنورة الدنيا يا حبيبتي اشكرت يا كريمة والله دايما زوق كده على طول والله يا حبيبتي تسلمي ربنا يخلتك لسه حالا منزلها بص على الصفحة ويعني بفكر كده قلت لأ ما اجربها علشان اقول لكل سنة وانت طيبة واكيد كل حبيبك طبعا اه ببلغك طبعا يا بتن عنهم ان هم بيحبوكي حبيبتي ربنا يخليك يا كريمة كلك زوق يا حبيبت قلبي والله اشكرك يا امر الف شكر يا حبيبتي بحط بقى كده الرز الابيض رز الابيض معمول كده بمعلاقة سمنة وشوية زيت بيدي كده ايه طعم حلو قوي اتعلمنا مع بعض ان الرز بالزات نعمله بسمنة وزيت مع بعض وممكن زيت وزبدة الطبقة اللي تحت طعمتلي العيش وطعمتلي طبقة الفتة ما بقاش كده عيش ورز فوق بعض لوحدهم لا ده كده كل اللي هياكل لازم يدوء ان شاء الله من الخلطة الحلوة بتاعت السجوء اللي تحت دي اهي شوفوا ازاي ايه سمر الكلام ده محضرة طبق ومعلاقة ولا لا ولميس لميس يلا يلا بينا طبعا مش قادر اقول منا يلا كده بصوا افردوا كده الرز في كل حتة بس يا امر اخر طبقة معايا طبقة السجوء برضو بالخلطة اللي هسقي بيها بقى الفتة بتاعت الحلوة دي بسم الله وهتبقى هي دي ايه بقى اخر طبقة معايا طبعا هي مش محتاجة صلصة فتة مش محتاجة اي حاجة ده الخلطة اللي احنا عملنا فيها من كل حاجة شوفوا جمالها شوفوا جماله يا ناس شوفوا حلوته يا ناس يا مهة اهلا وسهلا صباح السعادة يا حبيبة قلبي كل سنة وانت صيبة وعبار اليوم سنة ان شاء الله فتحها والعافية كده يا رب كده وتبقي معنا وتعملنا الاكلات اللي تفتح النبس ربنا يخليكي والله كلك زوء دايما يا حبيبة قلبي ودايما صباقة بالخير والله يا حبيبتي ربنا يخليك يا شوفها لو كنت انا وتسلم ايدك على الفتة الجميلة الحلوة شايفة شكلها عامل ازاي؟ حاجة مش انا مش يعني فتح ملوحة مع درسة اقول يعني حبيبة قلبي ربنا يخليكي يا مدنها حبيبتي اسلاميلي ويلا على المعمل على طول بقى غديهم النهاردة احلى فتة ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله الفتة بتاعتنا دي اللي تقلها يا سلام سلم الفتة بتاعتنا بتتكلم شوفو الجمال هي بتتكلم فعلا وجمال الخلطة على فكرة ممكن نفس الخلطة دي تعملي ايه بقى؟ تعملي شوية مكارونا تعملي سندوتشات رزة ابيض زي ما انا عملت يعني عيش زي ما انت عايزة السجوء بالخلطة دي جاي معاك في اي حاجة ما بيقولش لأ والله ما شاء الله عليه اهو وخلويس يا سمر قال ايه خلصنا قال ايه قال ايه قال ايه قال ايه قال ايه قال ايه عملنا صنيت فتة بسرعة جدا 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 اهو شوفو ازاي يلا عناية بس كده هو يلا يا ستي اللي اتنين هم وهات دي كمان اهي عملك ايه تاني اروح اروح وريحك مني قلش كده ايه بس يا شيخ يا شيخ بصو نمسح بس الحروف كده وشوفو جمال الفتة عامل ازاي ما شاء الله عليها اهي علاقة حلوة بقى كده وطبق وكله يغرف زي ما هو عايز وهاتو الاختين الحلوين هنقو شرين دول معانا يدو شكل كمان لصنية الفتة والفة هنوشفها ليكم جميعا اه الوصفة بتاعتنا النهاردة على قد ما هي سهلة وسريعة وبسيطة على قد ما هي في طعمها والتست بتاع مش بسيطة خالص بالعكس دي حاجة هتعجبكم قوي غيرنا مفهوم السجوء على طول كان بيبقى ساندوتشات بلدي او ساندوتشات فينو النهاردة غيرنا مفهوم السجوء عملنا بكيلو سجوء حاجة صنية عائلية تكفي العيلة وعيلة العيلة اللهم بارك الفة هنوشفها ليكم جميعا يا رب دلوقتي بقى فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش لسه عندنا فقرات هتعجبكم جدا تستفيدوا منها جدا ان شاء الله بسرعة بسرعة طلعوا فاصل ورجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض اشتركوا في القناة اهلا وسهلا ديكم بعد الفاصل دلوقتي بقى وصلنا لفقرتنا المهمة فقرة اساسية معانا في البرنامج زي ما انتشايفين مكت السقع اللي احنا فيها دي بنيجل بالليل قاعدين بقى تحت اللحاف او تحت البطنية مشروبات سخنة كتير حتة كيكة حتة بسيسة حتة طرطة يعني بصوا من الاخر كده طول ما احنا قاعدين بالليل سقعنين بنقعد ناكل كتير متخيلين ان طول ما بناكل او عملين نشرب حاجات سخنة احنا كده بنتدفة اللي بيحصل احنا مش بنتدفة بس احنا بنتدفة وبنتخن كمان في نفس الوقت طيب اه نتدفة ازاي ونشرب كل المشروبات السخنة الحلوة بتاعت الشتاء ازاي وناكل كل اللي احنا عايزينه ازاي بس في المقابل ما نتخنش ده بقى اللي هنعرفه من دفنة الكريم اللي منوارني النهاردة دكتور محمد تركي مدرس بقليت الصيدلة اهلا وسهلا اندفة اهلا بيك ازاي حضرتك ازايك الحمد لله كل اشايف السقع اللي احنا فيها اه طبعا نتجوا بقى عمل عميل اه فندخل بقى في السحلب والهوت شوكلت وكاكاة اهم من كل ده الاكل والاكل احنا قاعدين ما بنعملش حاجة منتفرج على تلفزيون وبناكل اه اغلبية الناس كده اه بالضبط طيب ما هو الاكل ده حيجيب لنا حاجة اسمها ايه اه اسمها شهية مفتوحة اه ليه لان انا بتعود على اكل كتير طول ما انا قاعد باكل 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 الاسناكس مش عارف ايه في النص ترطة مش عارف ايه الكلام ده كله هيخلي شهياتي دايما مفتوحة صحيح طب انا يا شهياتي لما تبقى مفتوحة هيجيب لي ايه بقى الحاجة اللي ما بنتكلم عليها السمنة او مرض السمنة اه طب انا حابق بس في الاول اقول يعني ازاي الجسم بيدخن اه او ازاي انت بيتزيدي في الوزن الجسم بيدخن عشان السعرات الحرارية اللي بتدخله اكتر من احتياجه يعني انت جسمك بيبقى محتاج مثلا الفين سعر حراري في اليوم بتدخليله اكتر من الالفين سعر حراري دون خل spilled اكتر من ل 통 هيرواحوا في انا هيتخزنوا هيتخزنوا وانتك مان ما بتعملش رياضة وما بتجريش ما بتمشيش ما بتعملش اي اكتباتي لا احنا عادين تحت البطانية طب حاجة تانية الاكل الجسم دوت بيعمل ايه في الاكل الجسم دوت اول ما الاكل بيدخله بيشتغل زي كده الكمبيوتر بيحلله بيحلل الاكل بيبدأ يقول مثلا ان الاكلة اللي ده خلالي دي فيها سكر قد كده فيها بروتين قد كده فيها الياف قد كده فيها دهون قد كده ايه اللي بيفيد الجسم؟ الجسم بقى بيبدأ يمتص يعمل عملية ايه ابزوربشن او انتصاص يمتص اللي هو عايزه والباقي يودي فين؟ يرقن ويخزن وعشان كده العلم الحديث كله والعالم كله اتجه ان انا اخد دياتري انتيك يعني اكل زيادة اوي او عالي اوي في الالياف ليه الالياف الطبيعية وانا حابب برضو افاهم الناس ايه الالياف الطبيعية يعني الالياف الطبيعية يا جماعة زيها زي البروتين زيها زي السكر زيها زي النشويات ده عنصر من عناصر الاكل يعني بلاقيه في الاكل فانه اكل في الاكل اللي محتوي على النباتات اي نبات او اي خضروات او اي فاكهة بنلاقي فيها نسب من نسب الالياف طيب النسب دي عالية ولا قليلة؟ وخضار بالذات يا دكتور لا في حاجة بترجيب دن فسولية بسلة كرومب ارنبيد اي حاجة من كل دي بروكلي يا جماعة من حاجة الحاجات اللي فيها والفواكه زي البرتقان اليستفاندي التفاح دي الفيديو اللي معانا كده يا دكتور بيشرح اه انا يهمني بقى ايه يهمني الانواع الايه الالياف الطبيعية دي الالياف الطبيعية دي اللي مستخرجة من النباتات او من الطبيعة زي ما بنقول بيبقى فيها نوعين نوع زائب او نوع بيدوب في المية ونوع ما بيدوبش في المية فايدة دا ايه وفايدة دا ايه النوع اللي زائب اولا الياف سوتي ودي اهم حاجة محتوية على النوعين يعني فيها النوع اللي بيدوب في المية والنوع اللي ما بيدوبش في المياه كلمة ألياف سوتي يعني ألياف ألياف طبعية ألياف طبعية 100% طيب الألياف الطبعية دي مكونة من إيه زي ما بنقول كده ألياف زائبة أو بتدوب في المياه والياف غير زائبة الزائبة أو اللي بتدوب في المياه دي بتعمل إيه يا جماعة زي ما بنقول كده دايماً بتعمل شكل الجل اللي احنا هنعمله دلوقتي وحنبقى نجربه قدام المشاهدين إنها بتعمل شكل الهلامي كده وبتنفش في المعدة عشان تديني احساس بالشهية طب للهاب اللي ما بتدوبش في المياه تديني احساس بالشبع هي تملل معدى بتقفل للشهية ليه؟ لانها بتبقى بتنزل بماس معينة بحجمه معين وانت سنت انا بشرب عليها 3 أو 4 كبات مياه بالاقي حجمها ده نفش وزاد في المعدى بالزبط كده لانها بتحب المياه طب الهاب اللي ما بتحبش المياه بتعمل حاجة مهمة جدا بتزود زي ما�데و كده السطول يعني ايه بتزود السستول والقولون والحركة الدودية. كل الحاجات دي مهمة جدا عشان. يعني بتحسن كده من وظيفة جهاز الهطمي كمان. من وظيفة جهاز الهطمي ككل. اه. احنا بقى الياب سوتي ميكس بين الاتنين. جهاز الهطمي ده لو تزبط يا دكتور خلاص كل حاجة تزبط. انا هنا حاسس بشبع اه. انا حاسس بشبع طول اليوم. بلاس ان انا مش متضايق من اي اعراض جانبية. ايوان صح كده. دي اهم حاجة في الالياف الطبيعية. وكده يعني عارفنا بس ان الالياف الطبيعي دي لازم يا جماعة عنصر من عناصر الاكل لازم اكله يوميا. يعني ده زيه زي البروتين. يعني عايز اقولك مش الناس وهم صغيرين كده يقولك كل بروتين عشان تكبر عشان تعمل عضلات الكلام ده. لا لازم يا جماعة يبقى في نظام غزائنا نظام الياف. وهو ده المهم اللي انا كنت يعني احابب قضاء. علشان كده مثلا لما حد بيروح لدكتور جهاز عضمي بيشتكي مثلا عنده امساك مزمن. يقول له كل حاجات خضار. يقول له كل خضار كتير. وكل خضار فيه مية. والخص. الخص كل كتير جدا. ليه بقى? عشان الالياف. عشان الالياف. انا فهمت دلوقتي بقى عليه. العشان الالياف اللي فيها اللي بتساعد على العملية على عملية الحركة الدودية نفسها. اه. ودي حاجة مهمة. طب هل هل هو ده الاساس? لا ده مش بس كده. ده انا هيحسسني بالشبع طوال اليوم فحقدر اوصل ان انا ايه? ما اخدش سعرات حرارية كتير اللي احنا لسه يلينه. اه. ان انا ما ادخلش سعرات حرارية. اكتر من اللي انا عايز. طالما باش فيه مخزون. مفيش مخزون. طالما مفيش مخزون الجسم هيبدأ يعمل ايه? ياخد من الاديم اللي عنده. فيبدأ يخس بطريقة طبيعية وامنة. زي ما ده كده وسليمة وسريعة. ودي اهم حاجة. يعني معنى كده يا دكتور ان احنا بنتحك على الجسم. بالزبط. بس بطريقة طبيعية وامنة. انت بتحسسين ان هو شبعي. اه. انت المعدة مليانة. خلاص. في حد يقول لي طب انا ااكل التفاح. طب انا ااكل الفواكه. اه. زي مثلا الصورة اللي معنا دي. مثلا زي الصورة. انا بقى حابب ارد بالصورة دي. يعني شايفين يا جماعة التفاح فيه 60 كالوري او 50 كالوري او 70 كالوري. اه. وتفر فيه كالوريز. فيه عدد من الكالوريز. خلاص. طبعا عمتا الكالوريز يا جماعة بتبنت على حسب التفاعي النفسها حجمها. ويعني لو صغيرة بتبقى كالوريز اقل لو كبيرة بتبقى كالوريز اكتر. انا اصدي ان اي حاجة من الحاجات دي فيها كالوريز. يعني لو اكلتلي خمسة ستة عشان احس بالشبع. هتلاقيني دخلت الجسمي 300 كالوريز. وانا متخيلة ان انا كده ايه. بكل كده صحي. وانا فعلا صحي. هو انا فعلا صحي بس ده مش هيساعدني على ان انا انزل في الوزن. اه. هو عشان كده انا بقول الزيرو كالوري يا جماعة. او مش الزيرو كالوري. حاجات منخفضة الكالوريز جدا. وبتديني شبع يتعدى العشر ساعات. على عكس مسلا ما اكل خمس طفحات يدوني احس بالشبع ساعة ولا ساعتين. وارجع اجوع تاني. اه. اه. اطر راكل تاني خمسة وهكذا. صحيح. اه. لا انا باخد هنا اه سوتي قبل الغدا. بتلت ساعة. بتديني احساس بالشبع لمدة ذات ثمن لعشر ساعات. ام. وهو ده ده المطلوب. ان انا حاسس بشبع على طوب. فالجسم يعمل ايه زي ما بنقولك انا نضحك عليه? يبدأ ياخد من ال ايه المخزون الاديم الى عنده. يبقى انا كده اه خدت من المخزون اللي موجودته خلصت ام دهون مترقمة في في الجسمåtfall منوجال معينة. لان الجسم يا جماعة لما بيخزن انت يوحظك. خزن بقى في الله العبارة이었اع. خزن في العرداس خزن في البطن يعني. في حسب كل جسم بيخزن فعلا فين ودي حقيقة ودي تقودنا لحاجة تانية ان العلم دلوقتي او يعني بدأهم يعملوا ايه المدارس بتاعت التخصيص عمتا يعني استندت لتلت طرق في طريقة مش افكتف يعني بيديك حاجات بس ما بتجيبش نتيجة ودي ما لناش دعا بيها في طريقتين بقى عندي هما الافكتف او بيدوني نتيجة طريقة مبنية على الادوية او الحاجات الكيميائية وطريقة مبنية على الحاجات الطبيعية طيب هل مين فيهم اللي بيخسس اللي اتنين بيخسسوا يعني الادوية او فيعلا بتخسس او او فيعلا بتخسس طبعا الفارق الاعراض الجانبية الاعراض الجانبية يا جماعة السبب بيه بعد كده اكتئاب اعراض نفسية وعصبية متباشطيق اللي حواليكي صحيح النهجان ضربات قلب سريعة قرق يعني بتدخولي في دوامة صح وفي بقى سبب اوحش من كل دواتي خليني ابعيد عن الادوية الا وهو ان انا لو وقفت يا جماعة الادوية هيرد علي الوزن تاني ليه غالبية الناس اللي بتوقف في الدواء بيرجع لها الوزن تاني لان الجسم ما بيبقاش هو اللي بيحرق الادوية اللي بياخدها هي اللي بتحرق فالجسم بيبدأ معدلة حرق تقل لانه معتمد على حاجة خارجية وهو ده اللي احنا مش عايزينه فبنلجأ للطريقة الايه الطبيعية ايه الطريقة الطبيعية انها زي ما بقول كده احس بالشبع فترات طويلة جدا فانشط حرق الجسم الجسم هو اللي يبقى عايز يحرق وهو ده المطلوب هو ده المطلوب لانه بيحرق الجسم طبيعي ببطل الالياف الجسم شغال حرق طبيعي الجسم عادي مطيش مشكلة خواتي وانس ان انا وقفت الالياف انا عمري ما برجع للوزن تاني الجسم برضو هيفضل يحرق زي ما لانه خد على كده لانه اخد على كده كأن انا عملت له منظومة جديدة او عملت له سيستم جديد يبتدي يحرق انا خليته هو اللي ايه بتريجر يعني ايه حمسته حمسته ان هو اللي يحرق على عكس ما انا بديله حاجة من برة تحرق له الاكل ليه لان انا بديله الحاجة هو مش تعباه فعمره ما حيتعب نفسه ولا حيحرق صح ولا لا بطلنا الادوية خلاص حيرجع لك تاني حيرجع تاني الوزن طبعا لانه اول جسم ده بالعكس ده فيه ناس بترد عليهم السمنة بطريقة بقى مفرطة ليه لان الجسم بيبقى اصلا مش قادر يحرق الحرق الطبيعي فهمها اصدقى لانه تعود بقى له سنين انه ماشي على حاجات كيميائية وحاجات غير طبيعية ده طبعا زي ما حضرتك قلت غير الاعراض الجانبية ده الاعراض الجانبية طبعا 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 وفيه بقى اللي بتشتغل على المخ اي حد جرب حاجة كيميائية هو من نفسه سامع كلامي وعارف انا بقول ايه وحتلاقي عارف انه هو اصارت على عصبي بقى عصبي جدا بيتخنق مع اولاده وممكن يكون مكنار بز على طول دي بتتريعش يعني حد يقولك دربك قلب سريعة درابك قلب سريعة دي بتتريعش مش قادر اتحكم امسك حاجة كويط هو بيخلي يا جامعة الكيميائية بتاعت الجسم لانه حاجة مش طبيعية حاجة انت بتدخله حاجة مش طبيعية في جسم فلازم يبقى ليه تأثير جانبي طب نشوف بقى الياف سوتي كده زائبة والياف غير زائبة طيب الزائبة انا هعرف او الزائب يبين لي ودي حاجة مهمة من الحاجات اللي انا بحب دايما نعملها عشان اللي ما شافش يشوف واللي شاف يعني يبقى عارف ان دي يا جامعة الالياف الطبيعية لازم تعمل شكل جيلي وشكل الفوم ده ازاي انا طريقة تحضيره برضو بالمرة عشان الناس تبقى شايفاه احنا كده هنعتبر ان هو بينزل في المعدة ما انا هقولك الاول نحضره عشان بس في ناس كتير بتسألني بتقولي انه ايه يعني ما بتحبش اه اه ما عنداش وقت اه طيب ازاي بقى تحضيره ببساطة جدا انا بفرغ الباكت بتاعي خلاص في نص كبات مية ليش معنا مية زي ما بنقول لان زي ما بقولك كده هو فيه نوعين من الالياف ايه هم النوعين الالياف الياف زائبة زائبة وغير زائبة بتحب المية وفيه الياف ايه اللي هي اللي هي ما بتضبش دي اللي بتعالي بقى يا جماعة لازم بالزبط كده اللي ما بتضبش بقى ديت هي ايه بتعالي زي ما نقول كده بتحسن موظيف الجهاز العدم طيب ايه بقى اللي انا شايفه ده بقى اللي انا شايفه ده الشكل الهلامي ده وتماسكت اه بدأت بقى تاخد شكل اه انا عايز اوريه كده برضو اه مش عارف كده انا عايز اوريه كده الاول عشان يشوفوا الشكل الهلامي ده اه شايفين الشكل الهلامي ده لو فضلت تقلب اكتر حتعمل ايه هتمتصلي كل الماء اه تمتص الماء اكتر هتمتص كل الماء متجمد لغاية بصي يعني انا عايز اوريكي يعني هتفضل писوا يا جماعة شايفين بصوا خلاص ايه بقى اتكتلى واحدة بيرغا عليكي بس انا يهمني اكتر حكاية الشكل الهلامي ده اه الشكل الجيلي ده او الشكل الهلامي ده ده دليل انها فيها حتى ما بين ألياف طبيعية فعلا وألياف غير طبيعية أو ألياف صناعية لأن دلوقتي بقى فيه برضو حاجات مخشوشة كتير زي ألياف غير صناعية ألياف صناعية برضو موجودة في سوق وبيتقال عليها ألياف وبيتقال عليها ألياف وكل حاجة ما هو تحت مندرج بقى تحت كلمة ألياف بس هي ألياف إيه لازم نبقى خلي بالنا يا جماعة طبعا سوتي مصرح من وزارة الصحة زي ما بنقول وآمن زي ما بنقول كده من سن سبع سنين لغاية بقى إيه سبعين وثمانين وأنا كنت لسا أسأل حضرتك على كبار سن لأن أجلبيت كبار سن عندنا بيبقى أصحاب أمراض مزمنة وعندهم مشكلة زي السكر والضغط والقلب وعندهم مشكلة تانية يا ما بيتحركوش وحرقهم ضعيف صحيح عشان الكبار كل ما بتكبر ده طبيعي كل ما بتعدي من أول خمسين سنة حرقك بيبدأ يقل ووظيف جسمك نفسها بتبدأ تقل ده طبيعي ده طبيعي حتى في أمراض بتيجي مع السن يقولك دي أمراض سن زي السكر والحاجات دي والضغط ساعات كتير يقولك دي بتيجي بعد خمسين سنة ليه؟ لأن أنت وظيف جسمك نفسها بتبدأ تقل شوي نفسها نفس الحرق فالحرق بيقل بلاس إنه هو ما بيتحركش بلاس إنه هو ما بيلعبش رياضة وبياكل كتير ومش عارف يعمل إيه لأ هنا قلياف سوتي بقى هي دي الميزة إنه هو هتحسسه بشبع ممتد معي اليوم كله فهنبدأ نعمل إيه؟ نبدأ نقلل من المخزون زي ما بنقول كده أو نحرق من المخزون اللي كان عنده وهلاقي نفسي الوجبة بتاعتي قلت الوحدة بس قلت وأنا مش قيمة جعانة يعني أنا مش شبعانة لأن تلات تربع المعضة أصلا مليان برواب عليك ده فيه ناس أصلا بتبقى مش عايز تاكم ولكن برضو عدم القتل ده برضو مش صح يعني إن أنا ماكلش خالص ده برضو مش صح لأن أنا لو ماكلتش خالص أنا كده بخلي الجسم يدخل في فكرة إنه هو مش عايز بقى أصلا إيه مش عايز يأكل بقى خالص فمش عايز يستفاد لا أنا دايما بقول إيه من غير حرمان يا جماعة إن إحنا نخص بس من غير ما نحرم نفسنا لا إحنا نأكل ونأكل اللي إحنا عايزينه بس بكميات قليلة وهو ده الفرق بالنسبة لي إن أنا ماكلش يعني طبق طبق رز لا أنا كل معلقتين رز أنا كده أكلت والدنيا حلوة وأشبعت رغبتي وفي نفس الوقت ما زلتش في الوزن وكمان إيه ده الجسم كمان بياخد من المخزون يعني إحنا ما دخليش جديد هيتخزن وكمان الجسم بيتخلص وبيبدأ يتخلص عشك يا بخس ما هو دي فكرة إن أنا خس إن أنا بستهلك من السعرات الحرارية الموجودة اللي عندي بس بشارة برضو إن أنا ما بحرموش إن أنا إنت بتاكل اللي إنت عايزه في أي وقت بتقدر تاكل ولكن إنت حاسس بشبع لمدة طويلة فما بتاكلش كتير ما بتاكلش كمية كبيرة طيب السؤال بقى المهم أصحاب الأمراض المزمنة اللي بياخدوا علاج هل ألياف سوتي تتعارض مع أي علاج لأي مرض مزمن؟ زي ما اتفقنا وقلت في أول الحلقة ألياف سوتي ألياف طبيعية يعني إيه حاجة طبيعية؟ يعني كأني بياكل نبات كأني بياكل خضار كأني حاطف مثلا طبق خضار قديني وباكل كيه بس بكمية مش زي طبق خضار بقى الباكت الواحد يديني مثلا عشر طبق خضار الخلاصة الخلاصة بتاعت عشر طبق خضار فطبعا دي عمرك ما هتعرفي تكليها فهي دي الميزة اللي فيها ولكن هي خضار انت بتاكل خضار هل عمرة هتتعارض مع حاجة؟ أبدا مش هتتعارض مع حاجة ولكن طبعا في حالات عمتا بتبقى النزول فيها صعب شوية زي مثلا الناس اللي عندها خمول في الغدة الدرقية او التي سري والتي فور عندها ضعيفة قوي ياخدوا ولا لا ياخدوا برضو مفيش اي مشكلة يعني مش هتعرفي بس هم بيبقوا عارفين نفسهم ان هم عندهم خمول في الغدة الدرقية او ناس بتاخد هرمون مثلا هرمونات الهرمونات دي اصلا او الادوية الستيرويدز او الحاجات دي بتنفخ الادوية الهرمونية اه طبعا دي بتنفخ الجسم ينفع ياخدوه برضو ينفع ياخدوه انا بطمينك بقى اكتر هل ده ينفع ياخدوه او برضو ينفع ياخدو وهيخس بس انا قصدي ان الده مش زي بقى انسان طبيعي هيخس بس بمعدل اقل شوية هيخد وات شوية بس برضو الجسم بيخس عادي جدا طب احنا عايزين العروض ده بتاعت اخر السنة طبعا انا يعني دايما بقول كده عشان احنا ندخلين بقى على الاعياد وعشان الجو السقعة برضو ففي طبعا في خاص خصومات بتوصل لغاية 50% يا جماعة وهدايا طبعا على كل المنتجات وبالزاد سوتي هدايا ودي لأول ايه زي من اقول كده 50 مشترك اول 50 متصل عندنا خاصم 50% بتوصل لغاية 50% بتوصل بص الدكتور محمد بتوصل لغاية 50% اوه بس يتصبه وان شاء الله كلها ان شاء الله طيب ليه بنقول نشرب كبايتين 3 مية بعد ما ناخد البكت لان انا زي ما انا قلت كده في الاول الالياف دي فيها الياف زائبة وغير زائبة فبتحب المية تحب تمتص المية ايه فكرة المية يا جماعة المية عمتا ونبقى نعمل لها حلقة لوحدها اوه ياريت المية دي المية دي دواء دواء لكل امراض جسمك شوفي بقى خد يعني خديها مني بقى كلمة عندك اي مرة في جسمك اول حاجة تعملها تكون بتشرب له مية تكون بتشرب له مية المية دي يعني فعلا اهم حاجة في اي حاجة في حياتي المية طب انا بشرب مية دقيقة يا جماعة دي مهمة جدا عشان فيه ناس بردو بتغلط فيها بتغلط فيها ودي بتبوز الدنيا المية انا بشرب مش اقل من 8 ل 12 كباية مية يومية يعني من 2 ل 3 لتر هتقولي لي لو شربت اقل من كده واغلبيتنا بيشرب اقل من كده خلي بالك انا بتكلم على المية ما تقولي ليش انا بشرب شاي انا بشرب قهوة يعني مقدار المية ده مالوش دعب السوايل اللي احنا بنشربها لا انا بكلم على المية المية بس المية ديت انا عايز توصل لغاية 2 لتلاتة لتر ليه لاني لو شربت اقل من كده بصي بقى دي معلومة يمكن الناس كتير بتجهلها الجسم هيعمل ايه تخيل لي هيعمل ايه هيعمل ايه هيخزن المية دي لانه مش لاقي هيحس بالخطر هيحس بالخطر هو مش دخله مية مش مروي ارض مش بترويها هتعمل ايه هتبدأ تشيل اي مية بتجيلها فلو اخدت لك 5-6 كبايات الـ 5-6 كبايات دول هيتحكزوا جوه جسم فهيعملولك وزن وهيزودولك وزنك يبقى عايزة نزل المية وانا دايما بقول الـ او اعمل تحليل كتلة الجسم عشان اشوف النسبة المية تبقيه طب لو نسبة المية عالية يبقى جسمي بيخزن المية طبعا لو ما فيش اي امراض يعني بتخزنلي المية جسمي طبيعي بيخزن المية اشرب مية كتير عشان الجسم لما يلاقييني باشرب مية كتير هيعمل ايه هيبتدي تخلص من مخزون المية اللي عنده فالوزن يا جماعة الوزن مش كله دهون الوزن دهون ومية وعضم وعضل وحاجات كتير من ضمن المية المية بتعمل لي وزن برب فانا لو قدرت اتخلص من المية الزيادة اللي في جسمي انا برضه كده بقى بقى ايه انا بقى بنزل في الوزن طيب احنا اول تجربة كنت معنا يا دكتور عرفنا ازاي بنستخدم الياف سوتي باكت واحد في اليوم ولا باكت صبح وباكت بليل طيب هو باكت قبل الغدى بتلت ساعة وباشرب 3 او 4 كباية مية وباكت قبل العشب بتلت ساعة وباشرب برضه بعد ايه 3 او 4 كباية مية طب لو انا باخد وجبة واحدة بس او لو انا بس يعني باكل وجبة نظام يومي يعني باكل وجبة واحدة بس اخد باكت واحد بس قبلها وخلاص بس كده زي الفل بس بديله التلت ساعة دي بدي للجسم تلت ساعة تكون الاليات شربة المية وزادت بشرب المية تكون زادت اتفدتني احساس بالايه بالشبع بالشبع وبتدي اكل الالقي بقى وجبتي خلاص بتقل الوحدة بالزبط كده ابدأ بقى حمش عليه من اول خمس ست ايام حابدت علاقي نفسي اللي وجبة نفسها بادا اتقل واهم حاجة زي ما نقول كده انه من غير اي اعراض جنبي او دي اهم حاجة لان بنأكد تاني الياف سوتي هي الياف طبيعية مية في المية مرخصة من وزارة الصحة يا جماعة ودي طبعا اهم حاجة معنا تجربة تانية بقى دكتور تقول عالت تجربة تانية كالعادة انا دايما بقول ان الالياف الطبيعية اللي هي منها سولبل وإنسولبل اللي هما الزائبة والغير زائبة لكننا رسا بنتكلم عليها دي بتعمل ايه من لقف يعني في اخر ابحاث انها بتزود زي ما نقول كده البكتيريا النفعة اللي في المعدة وفي الامعاء البكتيريا النفعة البكتيريا النفعة طب هوا جسمنا في بكتيريا اه جسمنا في بكتيريا يا جماعة عادي خالص ما فيش مشكلة الجسم بطنك وامعائك والكلام ده وبالذات الامعاء يعني الانتستن بيبقى فيها بكتيريا والبكتيريا دي بتعمل لصالحنا مش ضدنا بالعكس دي بتشتغل معنا دي بتساعدنا على هضم انواع من الاكل وبتساعدنا على ان احنا بطننا تبقى مسطحة لما يقولك كده الخمائر او الحاجات دي ايه صح لقوا ايه بقى لقوا ان الالياف الطبيعية دي ايه غذاء للبكتيريا النفعة دي يعني pathway بتحبها عشان ايه بتنمو عليها بتنمو عليها بتنمو عليها طب انا لما زود البكتيريا النفعة دي هتفيد الجسمه اكتر هتفيد جسمه اكتر حاجة ايه انها تنزل الدهون من منطقة البطن والامعاء والارداف والحتى دي المتجربة تانيمة اه انا بجيب الزيت الزيت بتاعي الزيت ده مسال للدهون اه او للدهون المتركمة اللي في جسم وابدأ افراغه عادي انا هطيت شوية كده من الزيت ناشي خلاص عملتلي طبقة الدهون عملتلي طبقة الدهون دي طبقة الدهون اللي بتبقى موجودة جوا جسمي خلاص بابدأ استخدم انا عارف ان جرعتي بتبقى باكت قبل الغداء بتلت ساعة والياكن هو ده وقبل العشاء برضو بتلت ساعة وقبل العشاء برضو ايه بتلت ساعة كده احنا دلوقتي بنمثل البكتين دول اليوم مثلا بالزبط كده انا يومي هيحصل في ايه انا اخدت اول باكت قبل الغداء وبعيش حياتي عادي خالص اللي عايز اكله اكله خلاص وبعد كده باخد تاني باكت عادي جدا وببدأ اسيبه ما بعملش فيه اي حاجة ليه عشان اشوف الالياف الطبيعية دي او البودر بتاع الالياف الطبيعية دي هتبدأ تعمل ايه هتبدأ تخترق الدهون طيب مش بس انها بتزود البكتيريا النفعة عشان تاكل الدهون دي لا دي هي نفسها عندها قدرة على اختراق الدهون وده اللي بيبان بقى يعني زي ما احنا شايفين كده لو لو بنشوف هنبدأ حتة كل جزء من الالياف بيجمع نفسه ويخترق الدهون وينزل طبعا ده بيمفصل يعني قدر على طبقة الدهون مخترقة بالزبط وبعدين بيسحب طبقة بيسحب من الدهون هو بياخدها بيسحب الدهون وبتخرج ازاي عن طريق ايه عن طريق اللستول او الحمام عادي فالس بعد اما بعمل عملية اخراج بس بتاخد معها الدهون بقى بس بيكون اخد معها ايه بتمتص الدهون وتخرج طبعا مع استخدامي لمدة مثلا اسبوعين تلاتة الكلام دوت بابدأ علي نفسي انها بخص من ستة لعشرة كيلو في الشهر طبعا على حسب التجربة دي وشكل الكوباية كده يا صور احنا شايفين يعني لو بصوا شكل الكوباية بعد فترة بالمنظر ده مش هيبه في دهوني يعني انا عاجبني جدا من شكل شايفين بص المنظر دلوقتي شايفين واخد طبقة الزيت هتاخد الزيت وتنزل شايفين دلوقتي اه اه هو ده اللي بيحصل جوا جسمك اه 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 هو ده بالزبط وبعد كده يبدأ يعمل ايه يبدأ يخرج يعمل عملية الاخراج بطريقة طبيعية لان زي ما قلنا فيها الالياف الغير زائبة اه فدي بتسهلي الاخراج فبتبقى الدنيا لطيفة وسهلة ومش بس كده بتقللي من الدهون المترقمة في جسم هل معنى التجربة دي يا دكتور وحضرتك قصريت انك تعمل التجربة دي ان فيه الياف موجودة في السوق دلوقتي ما تقدرش على الدهون هاتي اي انا بقولك هاتي اي الياف اي الياف يعني من الحاجات اللي موجودة في السوق اللي مجهولة المصدر تمام هتلاقي عمرها ما تختارك الدهون لو عملت التجربة دي عمرها ما تنزل كده عمرها ما تختارك الدهون طبقى هاتي شوية تزيد ده خلي بالك انا حدت نص كبات زي اه اه طبقى فعلا انت وقت الدهون كتخينة وهتقل يعني ويهممني اوي شايفين السسبنشن ده والمعلقة دي انها متعلقة اخد بتقدر تاخد من الدهون وتمزل دي حاجة مهمة جدا مش هتلاقيه غير في اليافة وبعدين ده كده حضرتك مثلتلنا بالكباية دي كأن دي جرعة جرعة يوم واحد فتخل نفس الكباية بنفس طبقى الدهون بكرة وبعده بس بشارك زي ما بنقول كده ان انا بشرب مية كام 3 او 4 كبايات مية بعد استخدامي لسوتي اه طيب ناخد الحاجة مونة عالتليفون يا حاجة مونة اهلا وسهلا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله زي حضرتك عاملة ايه الحمد لله اكلك كله جميل جدا جدا حبيبتي فرحتيني الله يكرمك على دماغي الله يكرمك دكتور محمد بيقولك المهمة خستتي ازايك عاملة ايه انت عامل ايه حضرتك الحمد لله بخير ستبتشكر سعاكي يا دكتور ايوه سامع الحاجة مونة بتقولك ايه لا بسمع تشكر يا ريت نعرفتك من زمان الله 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 ربنا يا خليك ربنا يا عزي ربنا يا حاجة ايه انا نزلت في الثلاثة ايام اتنين كيلو بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جسمه استجاب بس دكتور محمد قالي بعد عشر تيام توزني حلو جميل ايه ما يدرتش بقى ما صبرتش حلو لا كويس حلو طالما هو دكتور محمد قالي بعد ثلاثة ايام اوزني اه كويس جدا ماشيلا تمام طب حسيتم اي اعراض جانبية بقى في حاجة دايقتك يعني احكي لي تجربتك كده نعم في اي اعراض جانبية في حاجة دايقتك في حاجة مثلا اثارتك حضرتك لا 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 خالف تمام وتعرف كمان اللي انا عندي ده غضة دراقية كمان طب حلو جدا وبعدين حضرتك كمان انا ما بتحركش كتير اه يعني دوبت بعمل ايه الاكل عشان ما بحبش حاجة يعمل لي اكلي ايوة لا صحة كويس كويس ايوة حبيبة قلبي ايوة يعني طيب هكيش اي حاجة تعبتك حضرتك بالزمان ربنا عزك ربنا يخليك يا حاجة نور فينا وهلق وابتاع دوت دكتورة اه دكتورة اسمائي اللي متابعة معاها اه دكتورة صريبة اه كويسة جدا جدا كلها كلها زوق بصراحة يا حبيبة عايزين بقى نستمر بقى عايزين يعني انت كان وزنك كام يا استاذ مونت انا وزني مية وعشرة طب حالو لا عايزين نكسر المية بقى يعني عايزين ننزل استمري يا حاجة ان شاء الله انا في التلات ايام نزلت اه في التلات ايام نزلت اتنين كيلو يا دكتور محمد يلا ده حافز كبير ليكي بقى انك استمري وتكملي وبعدين يا دكتور محمد انا باخد دصباكو ومش باخد باكو والله اه 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 انا باخد دصباكو كمان يا دكتور محمد يا حجة وبعد عشرة يام ان شاء الله برضو تكلمينا تاني تقول لنا بقى وصلت لايه نورتينا يا حبيبة قلبي. اهم حاجة يا دكتور الاستمرار ايه? طبعا. علم داومة. طبعا. يعني ما ينفعش مثلا هي حد زي الحجة مونا نزل اتنين كيلو يقولك خلاص اه مش هكامل. اه اه اه. بالعكس ده انا لقيت نفسي نزلت اتنين كيلو او حاجة زي ما انت قلت كده او حافز جدا. اه طبعا. ان انا ازود وانزل العشرة كيلو اللي فوق المية حتى على. طب ناخد بسمة يا بسمة اهلا وسهلا. يا حجة بسمة. ايوا السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازاي حدرتك اتبهالك. الحمد لله يا قلبي اهلا بيكي. تسلم احضرتك عن حاجاتك جديدة اللي بتعملها بنا. يا ربي خليكي. تحرمشي منك يا حبيب. الله يخليكي ربنا يجعله مجان حسنتك ان شاء الله. يا رب اللهم امين يا حبيبك. اه بشكركم عن منتج الجميل دوت. خاتي الياك سوتي. انا خدتها لابني. لابني. سنودي. اه. كان اه خمسة وتلاتين سنة. ما شاء الله. كويس جدا. اه. كان وزه ومية وعشرة كيلو. هو مدرس. كان يجي اهم حاجة طول النهار ما فيش اكل بيجي اهم واجبة بالليل. ياكل وليدين. اه. اه. يقوم بالليل. ياكل بقية الحاجة اللي في كلاجة. ايه. 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 حلنا كلنا. اه. بس بعدين بعد كده ايه? الدون كلها تركزت البطل والأرض. اه. اه. سمعت الدكتور اه محمد ربنا يبارك له. اه. اخدت عربة منه. واه. اه. استمر عليه. دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني ثلاث اسابيع. بقى النهاردة السفحة كانت اكت تسعة ستين كيلو. يا بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله حلو جدا. حلو جدا. بس هو الجميل اللي هو نزل من اول يعني جسم من فوق بطن بالأرض. حلوة. 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 حلوة قوي. كان بياخد اي ادوية يا استاذتنا يعني. قبل كده. قبل كده من اه ست سهول او سنة يعني طور استاذ المفات اه كان بياخد كابسولات. اه. كابسولات اللي هي ايه برضه عشان ينقص الوزي. اه. دي بقى كانت منارفزات البيتنا رفزة. اه. عصبي ونرفزة وعرف. دي حية فقط. اللي كان جرس. يلا خليه كمل علشان تالي يا دكتور محتاج لسه. بازم طبع انيه هو طوله كام بس اهم حاجة. ننزل لنا كمان عشرة خمستاشر كيلو كده. ان شاء الله. عشان تبقى الدنيا كويسة. لازم نتابع برضو نكمل. قلب عرض تاني ان شاء الله. اي اعراض جانبية برضو حصلتل او اي حاجة حس بيها? لا لا ما شاء الله. اه يعني ما كيش هبوط ما كيش دواخان ما كيش مثلا اه. دي اهم حاجة. دي اهم. لا الحمد لله. استمروا بقى يا حبيبتي وان شاء الله تكلمينا تاني تقول لنا وصلتوا لايه? نورتنا يا حبيبي القلب. ناخد كمان يا جماعة شوية صور قبل وبعد. ونشوف كده شوية حالات حلوة كده من حبيبنا اللي خدوا قلياف سوتي وصلوا لايه? يلا بينا نشوف الصور مع بعض. اول صورة اهيه. الفرق يا جماعة يعني لا يعني بجد بيفرق في نفسية الشخص. اه طبعا. مش هقولك عشان صحته. اه. طبعا صحته دي رقم واحد. دي اهم حاجة. طبعا ولكن نفسيته يعني لما يبقى مش قادر يلبس حاجة وبعد كده تلاقيه اللبس بقى يدخل فيه. اه. دي بتعمل او ارضاء للنفس بطريقة غير طبيعية. اه. بالذات كمان زي ما احنا شايفين في الصورة دي لو طفل او لو سنه صغير خمستاشر سنة. اه. سبعتاشر سنة. ده بيبقى يعني اه 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 اشوف صحابه كلهم اللي بيروح تجمه اللي جسمه اللي بيلبس. وبيتحركوا وبيتحركوا ويدخلوا. هو بيبقى متضايق. هو بيبقى متضايق نفسيا. طبعا. السيدات بتبقى عايزة تلبس دريس معيض. بتبقى عايزة تروح فرح مناسبة تلبس حاجة. صحية. بتلاقي ان ما فيش او بتلاقي ان الشكل مش عاجبها. فدي يا جماعة حاجة نفسيا قبل ما تكون صحيا وقبل ما تكون اي حال. طيب ناخد شوية ريفيوهات كمان. دي كده يا جماعة. اه. رأي رأي حبيبنا في اللي استعملوا آآ الياف سوتي طبيعية. شايفين الكلام جميل قديو كلام يفتح النفس بجد ويشجع والله. وبنأكد دي الصفحة يا جماعة. دي صفحة يا جماعة. منقدر نطلب الياف سوتي طبيعية عن طريق الصفحة. ودي جهادة الايزو كمان. جودة التصنيع. اه. اه. بنأكد تاني ان الياف سوتي اولا طبيعية مية في ثانيا مرخصة من وزارة الصحة وحاصيلة على شهادة الايذور شكرا يا دكتور شكرا لك طلعوا فاصل بقى وارجعوا لي لست عندنا فقرات تاني في حلقتنا فاصل وسير بس اقلوا قناة دوائر شكرا لك شكرا لك